السلام عليكم هياكم الله في فيديو ديد بتكلم في الفيديو هذا عن طريقة انتاج بغبغاء الدرة أو بمعنى الصح الطريقة اللي أنا انتجت فيها بغبغاء الدرة عن واقع تجربتي في انتاج هذا النوع من الطيور طبعا اليوم ما شاء الله جاء وحلوف قاعد برا وبصور لكم هذا الفيديو فأتمنى لكل يستفيد واللي عجب الفيديو لا ينسى لنا باللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك بالنسبة لانتاج بغبغاء الدرة في عندنا ثلاث شغلات أساسية لازم نحطها على بالنا قبل الله نبلش في انتاج هذا النوع من الطيور طبعا في البداية أنا أسف إذا كان فيه أصوات شوي لاني قاعد برا أصوات الحيوانات بس ما يكون مشكلة إن شاء الله يكون الصوت واضح إذا مواضح رح نضغط في المونتاج أوكي ثلاث شغلات الأساسية اللي تكلمت عنها أول شغلة عندنا اللي هي لازم نفرق الأنثى عن الذكر في بغبغاء الدرة المطوقة شلون نفرق بينهم طبعا الفرق بسيط عندنا طريقتين للتفريق بين الذكر والأنثى الطريقة الأولى اللي هي عن طريق الشكل بحيث إن الذكر يطلع لطوق في منطقة الرغبة في اللون الأسود والأنثى ما يطلع لها الطوق وتكون في لونها الكامل نحن نتحدش حاليا على اللون الأخضر والأزرق والأسفر قلنا الطريقة الأولى اللي هي نفرق فيها الذكر عن الأنثى قلنا الذكر يطلع لطوق في الرغبة والأنثى ما يطلع لها الطوق الطريقة الثانية اللي هي فحص الـ DNA وهو فحص يكون عن طريق الدم أو عن طريق الريش ورح نتكلم عن هذا الفحص في فيديو مفصل إن شاء الله فرح ننتقل لشغلة الثانية أو الخطوة الثانية في إنتاج هذا النوع من الطيور اللي هي لازم بعد ما نفرقنا الأنثى عن الذكر لازم يكون في سن البلوغ لازم نتأكد أن الطير جاهز للإنتاج ما يكون في عمر أصغر من سن البلوغ طبعاً سن البلوغ في ببغاء الدرة المطوغة يبلش من سن ونص إلى ثلاث سنوات ممكن أن يكون في فرق بين الطير إلى الآخر لكن عادة يبلش من سن السن ونص إلى الثلاث سنوات فشذي إحنا تأكدنا أن هذه الأنثى عندنا وهذا الذكر والأثنين بعمر فوق السن ونص نحن الآن نقدر ندخلهم على بعض لكن مع مراعاة أن يكون الطيور عارفة بعض كيف تكون عارفة بعض بحيث أنه لا يكون طيرين تركيبة جديدة طيرين جدد نحطهم مع بعض ممكن نصير بينهم مشاكل فالأمثل لهذه المشكلة أن نحط الطيرين في كل واحد في قفص من فصل عن الثاني يشوفون بعض يكونون مقرابيا بعض فترة معينة بعدها نقدر ندخلهم على بعض بطريقة سليمة بعد ما دخلناهم على بعض في قفص الانتاج نحتاج صندوق للانتاج الصندوق طبعا له هو الصندوق العادي الحجم اللي ينتج فيه طيور الكوكتيل والمتو والطيور هذي اللي تكون فيه الحجم هذا يكون تقريبا طول الصندوق من خمسة وعشرين إلى أربعين سانتي عادة ينباع الثلاثين سانتي والعرض تقريبا خمسة وعشرين سانتي هذي أرغام تقريبية مو مضبوطة مية بالمية تقدرون تتأكدون من عندها في المحلات اللي هي تنباع تكون جاهسة الشغلة الثالثة بالنسبة للصندوق لازم نكون عارفين من شنو يتكون عش هذا النوع من الطيور العش تقدر تستخدم فيه نشارة الخشب لكن أنا واحد من الناس استخدمت السعف النخل اللي هو أوراق السعف الجاف بحيث أن أنا أعطيهم سعف النخل وطيور نفسها هي اللي يتقصص من عنده وتلم العش براحتها وأنا شفت إنه وايد ممتاز والحمد الله انتجت فيه والحين راح تشوفون مقطع للمحمية اللي أنا مسويها للطيور عندي اللي حاط فيها الكويكر وحاط فيها المتو راح تشوفون شلون طريقة الانتاج وشلون انتجه في الصندوق اللي أنا حابه وطريقة العش اللي لام منه هنا عندنا هذه المحمية نقفص هذا كامل تقريباً فيه 12 فيه 4 12 متر طول 4 متر أرض طبعاً أنا استخدمت الحجم هذا لأنه أحاط أكثر من نوع من طيور داخل المحمية هذه طبعاً إذا كنت بتحط أكثر من نوع يتوجب إنه يكون المكان كبير عشان ما تصير مشاكل في الانتاج ندش مع بعض ونشوف طبعاً نوع الأول اللي أنا محليه منه اللي هو كويكر ومو هذا موضوعنا اليوم الكويكر رح نتويل لهم حلقة بروح إن شاء الله ونبينشوف المتشور أو الدرة حاطة هني الزوج اللي هو الكاسين هناك ذكر اللي وره هذا الأزري هو ذكر والأنتة كأهي الأقفة وهذه أنتة أنتة المتشور اللون الأخضر حسنا بيشوف الحين الخانات أنا أحط الخانات بشكل عشوائي أكثر سوي أحط الخانات بشكل عشوائي عشان نطيور تنقي المكان المناسب لها وش فرق فيه طبعاً مثل ما إنتم أحبين في خانات سوي قريبين بعض في خانات سون بعيدة أنا أحطهم بهذه الطريقة حيث أن ما يكونون على الشبك لأن إذا أحد مر هميد في المطقة هذي يخرقهم فلازم يكونوا بمكان شوي بعاداً بعض نشوف هذي عندي مكانة 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 نفرق الأنثى عن الذكر أثنين العمر المناسب ثلاثة الصندوق وقفص الإنتاج بعد ذلك أنت تحطهم وتجهز لهم كل شيء والإنتاج توفيق من رب العالمين وإن شاء الله راح ينتجون عندك وطبعاً أنثى المتوت تبيض من ثلاث إلى خمس بيضات ممكن أكثر شوي ممكن أقل شوي يختلف من أنثى إلى الثانية وهذه الطريقة اللي أنا استخدمتها في إنتاج بغبغاء البيبنتو أو الدرة المطوقة وأتمنى للجميع التوفيق وإن شاء الله تستفيدون من هذا الفيديو وكلكم تنتجون وتستانسون مثل ما أنتجت أنا واستانست في هذا النوع من الطيور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر